مرحبا كيفكم اليوم طبعا لازم لازم نحكي من جوة لبيوت صعب الدردشة احنا وبنمشي زي ما عملنا اليومين الماضيين هلا انا وبحكي ممكن يطلع لانه احنا بالعمارة فممكن يطلع صياح وممكن يطلع حدا بحكي فهذا ده طبيعي وانا قاعد بس تصعب اه يعني هذا اللي بتتذكروا بالحلقة الاولى لما قلتلكم موضوع اني احكي اه بفيديوهات مش موضوع سهل بالنسبة لي وخصوصا التسجيل اللايف اسهل اه بس لما بكون هيك وشي بوشي الكاميرا اه هاد خليني انزل شوي الكاميرا لما بكون وشي بوشي الكاميرا بكون الموضوع شوي صعب علي يمكن انا وبعمل شيء بالمواسم اللي قبل ومرات بطلع اه بحكي انا وبقطع بطاطا بقطع سلطة بعمل شغلات بالمطبخ فممكن الحكي اسهلي اني انا وبعمل اشي تاني من انه اه بس احط حالي بوشي الكاميرا ونعود بنحكي مع بعض كتير كتير اسهلي وبلاقيه الموضوع كتير تقيل بس اللي الساعة خمسة ونصفة اخضر كتير بكير اه لانو كل اللي بدي احضره عبارة عن تسخين وتقطيع سلطة فاذا قطعنا السلطة هلأ اه وتوكل تقطيعها عبارة عن خمس دقايق يعني مش رح تاخد الفترة الحكي كلها ازابتكم بالمبارح حكينا عن موضوع العمل التطوعي والفرق بينه وبين العمل الخيري اه حكينا عن اه باول مبارح بالحلقة التانية حكينا عن مين هو المسؤول عن مخالفة المسؤول واخدنا مثال موضوع مطبات الشوارع مين بيقرر وان ينحطوا ديزاين تبعهم مرة واحد مرة مطب مفلطح مرة مطب مبوز مرة مطب اه له عليه خطوط صفر مطب تاني ما عليهوش خطوط صفر مطب فيه ار ما قبلي بتقول انه يعني فمين بيقرروا اللي لما بتصير اخطاء مين مين بيخالفهم للي بيعملوا هدول الاشياء هاي المواضيع اللي عملناها مبارح اول مبارح اليوم في موضوع احنا طرحناه مش اول مرة بنترحه طرحناه ببرنامج اه هبتا العلاقات الرومانسية مع هبتا اللي اللي كنا نطلعه قبل رمضان كل يوم خميس احنا وصلنا لحلقته التاسعة اه ووقفناه برمضان وبعد رمضان ان شاء الله رح رح نكمل بال بال بالنموذج هلأ موضوع الاستقرار هو طلع كمان من اه ملاحظة اه من احد اعضاء نادي الكتاب بوحدة من جلسات نادي الكتاب وعجبتني جدا الملاحظة وهذا اللي خلاني اقول اهلا اهلا ايمان فهذا اللي خلاني اقول انه الموضوع هذا مهم وضروري عاد يعني اه لما نحكى نحكى اه اه والله يلا ممتاز انا ناوي كمان اعمل الفتوش فرح اقلي رح اقلي الخبز اه واستخدمه للشغلتين رح استخدمه للفتوش ورح استخدمه للشوربة فبالمرة يعني طيب اه موضوع الاستقرار ونحن نسعى الى الاستقرار وهو اه خليني بس اه اتذكر حكيت الاسم محمد ابو هزيم اه بواحد انا الناسي اسم الجلسة بس موجود اسم الجلسة بهبتة رح اطلعه ولما انطلع يوتيوب بكرة رح احطه بالاا بالكروت الاختراحات يعني رح احط حلقة هبتة ورح احط جلسة نادي الكتاب طيب السؤال هو هل فعلا احنا نسعى انا مش شايف الاسام الظاهر من ال اه اه يسلموا يسلموا ايمان هل فعلا احنا بنسعى للاستقرار يعني هل هدا فعلا مسعى لالنا وازا بدكم هل هو مسعى شرعي كمان يعني هل هو اشي مفيد الاستقرار انه نستقر هل هدا فعلا اشي احنا بدنا اياه يعني لما يصير بنقول واو ما احلا شو رأيكم انا رح استنى التعليقات عادي يعني انا بقعد هون الهوايات حلوين والشمس حلوة وزي ما انتم شايفين الخضار وراي جرام اللي تحت زرعين فواصل لعندي الخضار انا برأيي عشان اسهل عليكم بما انه اه اوكي انا برأيي عشان اسهل عليكم الموضوع مش ال يمكن في معاني مختلفة لكلمة استقرار بس الاستقرار بمعنى ان نستقر على طريقة معينة للحياة لهي واحد تنين ثلاثة مثلا انا اسعى ليش دك تتزوج عشان استقر شو معنات تستقر يعني شو معنات اتزوج عشان استقر ايش ايش بتعطي هاي ايش كمان بقول لك بدي 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 اه بدي مسلا اشتري بيت عشان استقر رامي انت طالع عبروفايلك مش عالجروب اه والله طب من زمان قلولي هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها عالاخر اه? لما انا باجي بقول انا بدي اشتري بيت عشان احس بالاستقرار. فيه لها معنى اه اه اللي ما اللي مساره بيت الملك. اللي مستأجر بيت بحس انه كل سنة اه اه بده يدفع الاجار اه بده يغلى الاجار. ففيه حالة من عدم الاستقرار بهذا الموضوع. اه مش مش مستقرة امور المصاريف اللي عم بدفعها للبيت تبعي. يعني ما بعرف عبارة عن مفاجأة ممكن تطلع لي. فهذا عدم استقرار صحيح. اه بس بشق بشق تاني احنا لا نسع الاستقرار. يعني اللي بدي ارجع على مثال الزواج. ازا انا بدي استقر. عشان ما انطمن علاقة للتانية. اوكي ماشي. اني انا خلاص بدي ابطل اه يعني انا ما بقصد جندر معين. انا بقى اي جندر ممكن يكون. اه انا بدي استقر ادي اتجوج عشان استقر. فانا بدي ابطل. شو يعني بالمثال تبع الاجار. انه كل مرة بتطلع لي مفاجأة اجار شكل. فبدل ما اضلني من علاقة لعلاقة خليني استقرر اتزوج. هلا هذا معنى الاستقرار. هلا هذا ازنى بالاستقرار. ازا الاستقرار ازنى فيه انه احنا ما يصير تغير بحياتنا نتطمن انه حياتنا رتيبة. فاكيد مش هذا البدنية لانه مجرد ما تصير حياتنا رتيبة. وفيها معروف رح نزهق. ودائما بحلاء والاستقرار والزواج بيجو يعني هدول كلمتين كتير كتير مقرونين ببعض. اني انا بدي اتزوج عشان استقر. اوكي? اه حدا بكون عادي بالبيت عند اهله يعني بالبيت وعند اهله بيشتغل وكل شي بدي اتزوج عشان استقر. فيه نضرب المثال مرة تانية فيه حدا عند بيت اهله. بيشتغل وما عنده علاقات. وبقول لك بدي اتزوج عشان استقر. فهذا المعنى يعني دائما بنطلب. اه. رامي انت عامل بفع صفحتك الشخصية. والله فارس والله. اه حكولي. حكولي حكولي هاي الغلطة. بس هلأ المفروض انه عم بعملوا على المجموعة. فهاي الغلطة وصورنا طالعين وحاكين والوقت اه والوقت مشي يعني صلنا عشر دقايق عم نحكي. فاحنا ما بندور عموضوع بدنا ننتبه انه احنا فعلا ما بندور على الاستقرار لانه احنا دائما نسعى الى التغيير. ليه نسعى للتغيير عشان كلمة بزهق او زهقان او جاعة بالي اشي مختلف. اه اللي لا يسعى الى التغيير. هذا شخص وبنلاحظ ناس حوالينا بدهم يضلهم عليهم فيه. اوكي? واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة بتلاحظوا انتو نفسكم ما بدكم تصيروا حواليهم. يعني هذا شي انتو رح تلاحظوه من ناس حواليكم يسعون الى ما يقولون الاستقرار بمعنى عدم التغيير. اوكي? ورح تلاحظو انه انتو نفسكم ما رح تحبوا تضلوا حواليهم. بحالات الزواج الاستقرار بمعنى عدم التغيير بصير الزوج يقول يا اخي كل يوم نفس الشي ما عندها زي البنات التانين او زي الزوجات التانين هيك بعملوا بغيروا. وهي نفس الشي رح تحكي يا اخي كل يوم واحد اتنين تلاتة يعمل زي فلان يعمل زي علان يوم طلعا يوم روحا بالتغيير دائما بنحب نعمل موضوع التغيير والله في اسامي كتير عم بشوفها طلعت زمان ما شفناها بسبب الغلطة بس يعني غلطة لزيزة طلعت انه عم بنشوف اه عم بنشوف اسامي زمان ما شفناها على اللايفات اللي ما بطلع من الجروب ما عم بنشوفها فغلطة اليوم اجت بفايدة يعني حبيت فمأبرك نصير نعملها نطلع من عندي وبعدين نشير على المجموعة تبعتنا او بالعكس قلينا نشوف موضوعنا مش طويل يعني هي جملة بصراحة موضوعنا الا ازا اه اه صار في دردشة يعني صار في تعليقات ونشوف رأيكم بالموضوع لانه الموضوع شائق صراحة لانه كلنا بنقول يعني الكل بيقول الجملة صريحة انه احنا بدنا نتزوج عشان نستقر انا بدي اهاجر عشان استقر انا بدي الاقي شغل عشان استقر بس المعنى مش كلنا متفقين عليه في معاني لكلمة استقرار صخيحة مية بالمية وانا يعني وانا بشجعها وانا معها معها دا الرأي اما الاستقرار بمعنى عدم التغيير هذا اللي ازا ناس بقصده يعني ازا ناس بقصده او بعمله فهو في طريقه الى النهاية يعني بده ينتهي هذا الشخص بده ينتهي اجتماعيا بده ينتهي مهنيا اه عدم التطور والاستقرار على وضع معين وعدم التغيير هو طريق الى النهاية يعني مش رح تكون في موضوع مش حابب اخربه صراحة ايه له خاص بهذا وكنت عم بفكر اني ادمجهم التنين ببعض هو موضوع البحث عن عمل الطريقة اللي بندور فيها على شغل وربط الشغل بالمال يعني اه انا لما بشتغل اه خلينا نحكي بجزئية فيه ومش رح يعطل انه نحكي فيه لحاله مرة تانية انا لما بشتغل بشتغل عشان لفلوس اوكي فحتى الطريقة اللي بندور فيها على شغل مش عم تتغير يعني بيجي بقولك اه ازا انت عم بتدق مصمار بطريقة والمصمار ما عم بفوت بالخشبة ضلك دق من هون لبكرة الصبح ما رح يفوت ازا بتضلك الدق بنفس الطريقة فلازم اتغير طريقة دقك للمصمار عشان يتغير الموضوع ويندق المصمار واحد يعني هذا قصة تانية زاوية تانية لموضوع الاستقرار فبقولك انا بشتغل عشان لفلوس فبلاقي بما انه مش لاقي شغل بفلوس شو بعمل قاعد شو بعمل الشغل بعد بالله بحط ايده على خده ما بده خلص انا بدور على شغل ومش لاقي شغل وخلصت الدنيا قاعد قاعد برك اوكي بما انه برك يعني انتهى خلص اه طبعا ازا 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 الصياغة اللي عم بستعملها مذكر لا يعني انه المؤنث بعيد عن الموضوع لا انا بس بستخدم صيغة المذكر لجمع الجندرين مش للقصد فيها جندر معين اه اه وبقصد كل الجندريات بالكمية اوكي الموضوع مش محصور بجندر معين ومبديش اضلني اقول هو وهي اه اغير بالمؤنث المذكر طول الوقت موضوع الشغل رح نحكي فيه بحلقة خاصة بيدردش رح نعمل حلقة على طريقة الطريقة اللي بندور فيها على شغل فانا ازا قاعد قاعد بستنى قاعد بستنى تليفون قاعد بستنى حدا يحكي معي قاعد بستنى اه اشي جديد يصير قاعد استنى انه اللي قدامي يغير بحاله عشان انا انبسط قاعد استنى عشان الدنيا اتمطر تغييرات هذا ما رح يصير هذا طريقك للانتهاء اللي ما بس على التطور وما بس على التغيير انتبهوا التغيير والتطور مش نفس المعنى انا ما عم بس انا بستعملهم قاعد مش مش بشكل مترادفات لا هم معنيين مختلفين التغيير التغيير لا يعني التطوير اوكي بس التطوير بالضرورة تغيير اوكي فبس التغيير بحد ذاته كتغيير ممتاز مهم جدا يعني كل فترة بتلاقينا بنزيح الكنباية من هاي الزاوية بنحط هاي الزاوية هادا حلو هادا بجدد الدم بجدد الحيوية ضروري التغيير اما صار لي عشر سنين الهون بكل دائما هون لا هادا بزهق هادا بزهق وبعلم وبجيب الامراض كليتها وانا عم بشوف الناس اللي عم تعمل بس ما عم بشوف تعليقات اوكي وما بعرف ازا حدا يعني عنده رأي تاني اه اه اعم بشوف انا بس التعليقات معظمها على اه لحظة اه انا بشوف الاستقرار ايمان بتقول انا بشوف الاستقرار بيعتمد على نوعية الشخص كمان وزي ما اتفضلت الاستقرار اللي عدت معاني فعلا الاستقرار اللي عدت معاني وضروري اه هو زي وزي اشياء تانية لما كنا نحكي بدواء بدائرة تدريب مهارات الحياة او بالايد كود استخدام الكلمة بنفكر انه فاهمين معناها يعني لو تنين قاعدين مع بعض لو واحد حكى للتاني انا بحب الاستقرار والتاني قال له انا بحب الاستقرار لو طلبنا منهم التنين انهم يكتبوا شو معنى استقرار بالنسبة لالهم رح نلاقي في معنيين مختلفين عن بعض تماما اوكي هلا اللي احنا بهاي الحلقة عم نحكي فيه معنى الاستقرار ان لا يكون هناك تغيير فهذا اشي احنا اساسا معظمنا يرفض يعني معظمنا جسمه يرفضه بزا بدنا التغيير اللي يسعى الى الاستقرار وعدم التغيير وراضي بعدم التغيير فهذا شخص سوف ينتهي يعني اه تاريخيا يعني هذا الحكي ان كان على مستوى الافراد مستوى المجتمعات ومستوى الدول الاستقرار يعني اه تعرفوا تمت القرية قرية قرية لانه هي بتعتمد على اه اه موارد اه مثلا قرية تعتمد على الزراعة في قرية تعتمد على صد السمك فهم بعتمدوا على شي معين متعودين عليه من سنين فما في تغيير بالطريقة اللي عم بعيشوا فيها هاي القرية وبالتالي القرى عم بنلاقيها عم تندثر ليش لانه ما في تغيير والشباب تابعونا عم بروحوا للمدينة الهجرة من القرية الى المدينة لانه القرية ما في مش عم تتغير والمدينة فيها الخيارات المختلفة اللي انا ممكن اشقلب حالي فيها زي ما بدي او يعني النظرية تبعتها فصراحة هذا هو موضوعي اللي حبيت اطرحه اليوم وعلى فكرة خلينا اخبركم هو مش تهديد بس هو تنبيه خلينا نسميه اه انا ما عنديش 29 موضوع يعني انا حطيت اه شوية مواضيع عندي قبل رمضان اه نوتس اه فصرت مستخدم منهم ثلاثة يعني يمكن هم يعني هم اه ايمان نعم العادات والتقاليد جزء من الاستقرار وبحسب المجتمعات فعلا ايمان فانا يمكن عندي عشر مواضيع هلا انا كنت اه باسنين الماضية السنة عامل ايش يتحفق اني انا محضر حالي سنين الماضية ما كنت محضر حالي حتى في كنت ايام لما ما يطلع معي موضوع ماطلعش اه مااطلعش لايف وفي سنين كنا بليومين والتلاتة يعني ايام ما كنا نطلع ويكون في عزايم اه فايام الواحد واحد من معزوم فيها كان صعب انه يطلق فكانت تتقلل من الايام اللي بيلزمنا مواضيع فيها بس السنة هاي احنا قاعدين يعني ممكن ممكن اني انا فيه هلأ الفورميلا ون بدها تشتغل واليوم يعني انا مستغرب ام بي سي اكشن مش حطة لبراكتس تبع فورميلا ون اليوم فيه كان تو سيشنز براكتس فما لقيتهم يا اني اي دا من فئة متأخن وما شفتهم مع انه دورت على التوقيتات تبعتهم المفروض الساشن التانية تكون الساعة ثلاثة ونص بتوقيتنا بس اكشن ام بي سي اكشن عادي شغالي مسلسلات طبيعي ما بعرف يمكن الاسبوع هدا ما بدهم يحط بكرة وبعد بكرة الريس اه فا اه احتمال ازا ضرب موعد الفورميلا مع موعد طلعتي اني ما اطلع ومش عم بعرف مواعيد الفورميلا وكمان حتى لما عم بشيك مرات الفورميلا عم بيغيروا بمواعيدهم بسبب اشياء عم بتصير بالسكتجول فا اه فبس فهذا هو موضوعنا يا جماعة موضوع الاستقرار اه يعني ننتبه انه ما نسعى لعدم التغيير دائما دائما ننتبه اه انه نغير عن ازد اه ومنحكيش كلمات كتير من يعني مش اوكي نعيد سياغة الجملة بكتير مرات بنلاحظ انه احنا بنحكي كلمات تعودنا انه نحكيها لدرجة انه لو نسألنا عن معناها لو حدا هيك صدمنا وسألنا عن معناها بنفس لحظتها رح ننبهر من انفسنا انه احنا مش عارفين المعنى الحقيقي طبع الكلمة اللي بنحكيها. اه فبدنا ننتبه على الكلمات اللي بنستخدمها لوصف اشياء معينة. اه انت متابع فورميلة اه اي فريق وسائق بتشجع. والله يعني انا متابع الفورميلة من السنة الماضية متابع جديد للفورميلة. اه ولسه لهلأ يعني مش اه يعني انا عم بلاقي حالي اللي انهم صنفين بصراحة يعني اه فرق المقدمة اه اه هاملتو كتير بحبوا بس انا انه الظاهر نوعيتي بشجع اللي ما عم بيفوز. في السنة الماضية لقيت حالي مع مع ريتبل اه وكتير كتير زعلان على فراري يعني اللي عم بيصير مع فراري مؤسف جدا. وخسارة انه بعد فراري وبعد آآ الليدرشيب آآ اللي بالمجال اللي عملوها آآ بانه يصير معهم هيك او يصير فيهم هيك آآ فيتال برضو قصته محزنة جدا بالنسبة للي يعني ما ما بتلاقيني بشجع فريق معين او يعني بتطلع على الموضوع كامل اذا يعني بحب السباق وبحب كل قصة سائب فيهم حتى انا بتابع المسلسل طبع الفورميلا وان آآ نرجع آآ نرجع على الموضوع طبعنا آآ لما بنحكي كلمات مرات بنلاقي حالنا احنا متعودين نحكي كلمات لانه محدش وقفنا على الكلمة اللي بنحكيها وسألنا عن معناها الحقيقي وخلانا نوقف شوية وننتبه على ايش احنا ايش بنوصف او ايش عم نطلب قاعدين آآ فكلمة زي كلمة استقرار خطرة كتير آآ خطرة فعلا خطرة آآ وحبيت كلمة محمد ابو هزيمي اللي نبهنا لانها بجلسة نادي الكتاب اللي كانت قبل اسابيع مرة تانية بعيد انا رح احط الكروت واحد تبع هبتا آآ واحد تبع جلسة نادي الكتاب بلاقيهم وبخطهم بالابتراحات لما بنزل هذا التسجيل بكرة على يوتيوب. طيب يا جماعة آآ هذا الموضوع اللي كنت بدي احكي فيه آآ يعني انا انبسطت انه ما اضطريت ادمجه مع موضوع البحث عن عمل. يعني بالبداية كنت خايف انه اضطر ادمجه مع موضوع البحث عن عمل. آآ لانه زي ما قلتلكم موضوع البين ايدي محددة. وآآ وبحب انه آآ كل مرة يكون بين ايدينا على الاقل موضوع معين. بسنين الماضي يعني كنا بال بالحلقة الوحدة نحكي باكتر من موضوع. آآ يعني الامور بتتغير. وآآ وفعلا زي ما قلتلكم آآ بالحلقة الاولى من الاحتمالات انه فعلا هدا يكون الموسم الاخير لدردشات. هيك عم بفكر لما تيجي السنة الجاي آآ لوقتها خير وبركة ازا غيرنا رأينا بس لهلأ اللي عم بفكره الاحتمال الاكبر انه هدا يكون الموسم الاخير لبرنامج دردشات. اوكي مش الحلقة الاخيرة لسه مكملين عادي الشهر مكمل. يعني زي ما قلتلكم الا ازا في حالة آآ 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 فورميلا وان بتعارض وقتها مع وقت الحلقة. احنا طالعين بشكل يومي ان شاء الله. او ازا في اي مانع تاني لا صبح الله. اوكي يلا بنشوفكم قريبا وآآ وافطار هني وشهي للجميع. انا رايح احضر الفتوش اللي اكيد هو مش بزكاوة الفتوش طبعة ايمان. انا بقى يعني بعمل عادي. السلطة العادية طبعتي بس بحط عليها الخبز الخبز المقلي والشو اسمه? والسماء. فهيك بصير فتوش. يعني هي سلطة عادية بس من خبز مقلي وسماء هيك قلبة فتوش بالنسبة للي. آآ فنحضر البطاطة والفتوش. وبدنا اليوم نعمل شاربة لانه خلصت الشاربة عندي. وللثاني على البازيلا. ننزل يوم الاول. وبعرفش لحد ديت هلأ يعني مش بينا لها نهاية اكلة البازيلا لهلأ. آآ افطار هني وشهي للجميع ونتبهوا على حالكم ونتبهوا على عيالكم. ونبعد عن الاكتزازات والتجمعات. آآ آآ دائما نحافظ على سلامتنا وسلامة اللي حوالينا. آآ وبشوفكم بكرا ان شاء الله. اوكي. يلا سلام. يسلم ويسلم وإيمان.